اشتركوا في القناة الان بقولوا انهم مش فاهمين طيب مين اللي درب الشيعة العراقيين اول شي مين قتل المسلمين في العراق طيب المسلمين بتقاتلوا امريكا المحتلة بتقتلوهم ليش السيستاني بيصدر فتوى بانه عدم مقاومة امريكا شو بيعني طيب شو كان وقتها رأي حزب الله بالنسبة لها اللي بحصل في العراق في الاول طبعا كان محرج وبدأ يليش لانه العم كانت معطيتهم ثقتها 98% الان لما جاءت قضية اول شي جاءت قضية افغانستان ولحد الان موجود تصريح وزير خارجية لما قال وخارجية ايران لما قال لولانا ما سيطرت امريكا في افغانستان وموجود التصريح تمام ممتاز نصدقينك اثنين في العراق شوفنا بعينه طيب انتو الناس بده تقاتل امريكا هينه اسرائيل قداش الها عندنا احنا قداش الها عندنا قدرت تفسد بين الشعب بين الشعب عندنا هون تفسد ما قدرت انتو صرتوا تقتلوا المسلمين ليش بصرتوا تهجروا المسلمين من ديارهم ليش طيب ليش لان هم بقاتلوا امريكا لانه قال مش شايفين هم مش شايفين الطائرات الامريكية ومش شايفين المدربين الامريكان مش شايفين الله لا يجعلهم مش يشوفوا هدول الناس اللي اليوم بيقولوا انهم مقدوعين طيب والان ومش شايفين روسيا كأنهم بفرقوا بين صليبي وصليبي كأنه يعني في فرق بين امريكي وروسي يعني اذا روسي هذا وبيحاولوا يروجون لك انه الروسي هذا أصلا بيعمل لمصلحتنا بيعمل لمصلحتك يا تيس الروسي بيعمل لمصلحتك ما انتم شفتوه شو عمل في الاسد بوتين لما اجب شو انا قلت لكم بده يمشي بجنبه مسمحلوش يمشي بجنبه شفتوها ولا ما شفتوهاش موجود الى حد الان انتو جبتوا اذا الروسي وجبتوهم يحتلوا طيب وبعدين بعدين الروس رح يطلعوا الايرانيين فالإيرانيين مش الإيرانيين قصدي كانت الشيعة اللي مسيطرين على الإيرانيين واللي مستعبدين الشيعة كمان هذول بنكشفه الآن هذول رح يطلعوا هذول مش رح يطلعوا بشي صور قال يعني انه بشرطة شيشانية قال تحمي الناس مشان ما يدخلواش الشيعة مشان طب دخلوا اليهود هون شو عملوا يعني في السحر ب67 طب لو دخلوا الشيعة شو عملوا ليش ما انتو بتشوفوا أصلا يا لثارات الحسين شيعة صليبيين روس ما هو الأرثوذقس أكثر ناس أصلا الأرثوذقس أكثر ناس متعصبين لديهم انتو بتظنوا في ناس بظنوا انه إذا كانش متدين بوتين أو غيره انه مش صليبي يعني هذول بيعرفوش معناته شو اسم معناه هم في ناس بظنوا انه يعني هذه الأمم اللي مش متدينة يعني مش صليبية لا من قلة الصليب عندهم أولا حتى لو مش متدين وهو حتى لو فاجر بيعتقد انه الصليب بنقضه والصليب كمان خلص الله بتقبله طالما خلص بصليب انتهى الموضوع شو ما يكون شو ما يكون لاحظوا كانت الشيعة والصليبيين وطول عمرهم مع فكرة لما تدرسوا تاريخهم الشيعة مع الصليبيين طول عمرهم بتآمروا وأيام صلاح الدين ومن قبل صلاح الدين القائد موجود قتلوا وحاولوا يكتلوا صلاح الدين وتفاصيل طويلة وتآمروا مع الغرب الآن شيعة كان هناك الشيعة الصليبية العالمية والصليبيين على فكرة ممكن يكتسموا ممكن يكتسموا على فكرة المغانم انت هون وانت هون وانت هون وبغطوا على بعض وينسوا التصريحات أنا بدي الشغل بدي كيف بيشتغله ما انتو أخذتوا وانتو صغار قصة الصياد اللي صاد عصفور وكانت الدنيا كنها برد كثير وصار يعني دمعت عينيه وصار ينزل من عينيه الدمع ففي عصفورين اثنين حفوق الشجرة واحد منهم قال لك تشوف ما ارحمها الصياد ما ارحمها الصياد هاي عينيه ايش العصفور الثاني حكيم يعني حكيم اكثر من كثير من جماعتنا قائل اللي مش فاهمين قال قال له انت بتنظر العينيه انظر شو بتعمل ايديه بتنظر العينيه انظر شو بتعمل ايديه أنا بدي تصريحات أنا بدي شوف شوفو ولذلك الغالبية العظمى من الامة واعية والتضليل الهائن يعني اقتنص البعض مين اقتنص مين هاي الثلاثة ملاحدة العلمانيين وملاحدة اليسار لانه فيه من العلمانيين واليسار لحد الان مش مدركين انهم علمانيين أنهم يعني يملحدين لا بدي أنا بس أركز ملاحدة اليسار وملاحدة العلمانيين هذول إذا بتلاحظوا يا سبحان الله كانهم بيخافوا من الإسلام مستعدين يروحوا وين مكان ويقاتلوا وين مكان بشرط أن لا يسود الإسلام وانتوا شفتوا التعامر وانتوا شفتوا التعامر الآن في مصر وغيرها ان كيف نقلبوا اللي كانوا يقولوا قوميين ويساروا مش يساروا كذا لما شافوا قال لك إيش المسلمين أعوذوا بالله أعوذوا بالله شو هذول معناته إذن الصليبية كحانة الشيعة لاحظوا ملاحدة اليسار والعلمانيين والتنابل اللي بيخدعوا بالإعلام فيه تنابل هذه مهمتكم التنابل تفهموهم لأنه هم بظنوا حالهم لما بيحضروا في الفضائية الفلانية والفضائية الفلانية أو الإعلام الفلانية أو بيقرأ إنه محصن وبستطيع يميز لا مش صحيح مش صحيح أكثر الناس ما بميزوش أكثر الناس هم أصلا صناعة الإعلام صناعة الإعلام ولذلك خطير يعني مرات بعض الناس لما أنا بسمعوا بيحكي بعرف أي فضائية بيسمع بعرف هذا طول هذا واحد تنين تلت بعرفه قالوا بظن حاله محصن هذاك اللي بفهموا كثير واللي متبحرين وكذا هذا الذي لا يخشى عليه هذول التنابل ممكن يكون أخوك وأبوك وعمك مظنش ماشي فهون دوركم أنتم دوركم أنتم توضح مرئي شو يعني إشي مرئي اللي بدي إياكم تنتبهوا موضوع التحليلات هذا ما تأخذوا في أنتم التحليلات ممكن يختلفوا فيها الناس والمزاعم ممكن يختلفوا فيها الناس أنا بدي الشي اللي بيشوفوه الناس شفنا أمريكا في أساطيلها الجوية ولا ما شفناش وين بتروح تدعى من شفناها بتدرب ولا ما شفناش شفنا روسيا ولا ما شفناش في الجو وفي الأرض شفنا ولا ما شفناش شفنا كهنة الشيعة شفنا ولا ما شفناش طيب إذن أنت ما تتعاملش مع تحليلات لأنه ممكن الناس يختلفوا في التحليلات ما تتعاملش مع مزاعم لأنه الناس بتلعب زي الكرة كل واحد بيرمي على حاله مزاعم وبيكذبوا كمان بيكذبوا بيلفقوا بيحلوا لأخاطر لا 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 بديش أنا بديش شيء المشاهد اللي كل الناس بيعرفه اللي كل الناس بيعرفه اللي بتقدر اليوم تجيب للحجة على ألسينة الناس نفسها نفس الناس هذول ها تقول له تعال هاي هاي هم الأمريكان بيدربوهم وهاي صورهم اليوم في يوتيوب وغيره هاي الأمريكان هم اللي بيقصفوا من فوقهم هاي الروس هاي كهنة الشيعة هاي كذا الأخير بدناش تحليلات بدناش مزاعم بدناش أكاذيب ها وعمر أخير بيحاولوا على فكرة يقولوا لكم وهذا مش معناته أنا بنكر يقولوا لكم إنه في فئات متصارعة في فئات متصارعة وتقاتل بعضها البعض شوفوا ما تتقبلوا إنه تخوضوا في موضوع المجاهدين بشكل عام حتى لو كانوا المجاهدين عندهم إيش ما يكون عندهم من اختلافات غيرها أنا ما بخوض فيهم أنا عندي الطغاء ظاهرين عندي استعمار موجود عندي صليبيين حاقدين عندي كهنة شيعة حاقدين قال من أيام الحسين إحنا قاتلينه تفاصيل هاي كلها تمام ويا لاثيرات الحسين وغيره وهذولاك يا لثارات برضو خيبر عند جماعتنا هدول إلى آخره لا دققوا معاه كل ثورات الأمم كل ثورات الأمم حصل فيها حصل فيها اختلافات وتفاصيل لكن العبرة الآن المجموع العام والنهاية هذا واحد انتبغى مش مستعدين نتقبل كلام وأما قضية الصراع طب ما هو بتستطيع أي دول لليوم إنها توجد في داخل أي جماعات أو توجد جماعات تفتعل معارك لكن العبرة بالنهج العام للأم أما وجود ناس يخربشوا وجود أحيانا بعض الاختلافات أو الصراعات ولكن في النهاية بتفقد ناس فإحنا ما نساهم إحنا نصير مساهمين نقول والله هذول مختلفين والله هذول مختلفين طب ما هم نفسهم لأداء نفسهم باجتماعين هايهم مع أن هم مختلفين وبالتالي إحنا مننصح طبعا بالاجتماع صح ولكن هذا كلام هذا كلام وشعرات ليش لأنه الاجتماع مش سهل دائما خصوصا إذا كان في أحيانا عندك مثلا 200-300-400-500 أو أكثر جماعة وهذا صانعتها كذا وهذه صانعتها كذا بيعملوا لك إشكالات مش قضية لكن الجسم العام للأمة هناك الجسم العام لا على حق فمن تورطش إحنا ولكن زي ما قلت مش بالضرورة إنه إن تستطيع توحد كل البشر لأنه من كلك كل البشر مش ينصح لكن العبرة إيش فيما يغلب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم